لم تعود البصرة فينيسيا الشرق أو جوهرة الخليج كما كانت تعرف يوما ما فقد بات كل شيء فيها ملوثا حتى مياه المدينة وأنهارها وسواحلها والتي أصبحت أشبه بالمستنقعات الآسنة المليئة بالنفايات والمخلفات البشرية والحيوانية ورغم أن المدينة عد الثالثة من حيث عدد السكان على مستوى العراق وما تشكله من أهمية اقتصادية وسياسية إلا أنها تتفوق على كثير من مدن العراق في المستوى المتدني للخدمات وتآكل البنى التحتية هذا فضلا عن المشاكل الأمنية والاجتماعية أزمة مياه الشرف في البصرة فاقمت مؤخرا بشكل كبير بسبب التلوث الحاصل في مياه شط العرب وارتفاع نسب الملوحة فيه فيما سجلت مستشفيات المحافظة أربعة آلاف حالة تسمم خلال الأيام الماضية النائب عن البصرة فالح الخزعلي في تصريحات صحفية قال إن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن بصري يعيشون بلا ماء صالح للشرب وهم يعيشون حالة إنسانية يرثى لها دون استجابة حكومية للنداءات والمناشدات وبحسب مدير شعبة الرقابة الصحية في البصرة زاكي عبد السادة فإن أكثر من مائة محطة تحلية مياه تعمل في المحافظة لكن عدد المحطات المجازة فعليا يبلغ سبعا وعشرين فقط مضيفا في تصريحات صحفية أن نسبة التلوث بمياه الشرب في المحافظة ارتفعت بشكل كبير جدا وبلغ التلوث الكيميائي بمياه الشرب 100% وتلوث الجرثومي 50% بدورها أكدت مديرية ماء البصرة أن أسباب التلوث البكتريولوجي في المياه تعود إلى التجاوز الحاصل على شبكات الأنابيب الناقلة للمياه الخام إلى مشاريع التصفية من جهته كشف عضو مجلس محافظة البصرة جواد الإمارة عوجود جهات تنقل مياه الشرب إلى المواطنين بمركبات خاصة بالصرف الصحي وهو ما تسبب بحالات تسمم إضافية في بعض المناطق وأضاف أن نزول المياه الثقيلة إلى شط العرب تسبب بتلوث كبير فضلا عن دمج مياه الآبار التي تحتوي على مواد كبريتية بمواد التعقيم والكبريت فتتكون مواد دسام